نعم وهناك ملفات ومعلومة وصلتني من بعض المصادر في جامعة الدول العربية قالت بأن الموضوع المغرب والعلاقات بين المغرب والجزائر قد طرح وأنه دار حديث مع وزير الخارجية الكويتي وسبق وزير الخارجية الكويتي أن أراد طرح هذا المقترح في القاهرة وهو ما ذكره تبون شخصيا وذكره وقال بأنه جاء من طرف شخص ونحترمه كثير وكذا وكذا وهذا ما قاله عبد المجيد تبون أنا ذا سيد رئيس توت وراز بن الزائر المغرب شهدت ما يسمى بوساطة من بعض الدول وبعض الشخصيات البارزة ما تعليقكم على هذه الوساطة؟ ما نقبل حتى وساطة قبل نحتوي ساطة ووزير الخارجية لما مشى الاجتماع تعال رؤساء الخارجية تعال الجامعة العربية كم ترأسها إنسان طيب جدا ونحترموه وزير الخارجية الكويتي في البداية قال هذا المقتنى لا تدرج في جدوى الأعمال إذن كما استمعتم هذا ما قاله تبون مما يوحي إلى أن الكويت مهتمة بمسألة هذه العلاقات وأقول لكم أيضا أن الأمر لا يقتصر على الكويت بل مصر أيضا مهتمة بهذا الموضوع وقد تحركت من قبل مصر خلال وزير خارجيتها من أجل رأب الصدع وضع حد إلى التصعيد الذي كان قائما بين الجزائر والمغرب وطبعا من الطرف الجزائري حيث لم يظهر أي تصعيد من الطرف المغربي في مسألة العلاقات مع الجزائر وهذا هو الواضح والبين ونقولها بكل حيادية وبكل موضوعية لا نحن مع هذا ولا مع ذاك ولكن هذا هو الواقع الذي ظهر وتأكد لدى الجميع إذن موضوع العلاقات الجزائرية المغربية صارت تهم كل الدول العربية أيضا أنها تهم القمة القادمة المعلومات المتوفرة لدي تقول بأنه تم الحديث في هذا الموضوع كيف تم الشكل ليست لدي معلومات كافية في هذا الموضوع وحسب معلومتي أن عدد من وزراء الخارجية تحدثوا مع رمطان العمامرة في هذا الموضوع وأبدى رمطان العمامرة ليون تامة واستعداد تام لإيجاد حل هذه الأزمة وإن كان قد تحدث من أن المغرب يجب أن يحترم حسن الجوار ويجب توقيف الممارسات العدائية كما وصفها ولكن أنه لم يقدم أي شيء يثبت على هذه الاتهامات التي وجهتها الجزائر إلى المغرب كما أنه لم يذكر بها من رحية الاتهامات التي وجهها الحرائق مقتل الجزائريين في حادث الشاحنتين أن المعلومات التي وصلتني أن رمطان العمامرة لم يتحدث عن هذه الأمور لكن السياق الذي ورد في هذا الموضوع هو يتعلق بسياق العمل العربي المشترك الأمن القومي القمة القادمة التي يجب أن يحضرها المغرب يجب أن تكون علاقات الجزائرية المغربية هادئة ومثل هذه الأمور التي جاءت في هذا السياق ولكن المصدر من جامعة الدول العربية أكد لنا أنه هذه المرة لم يرفض رمطان العمامرة كما حدث من قبل في القاهرة أي حديث حول هذا الشأن بل أبداليون تامة من أجل تجاوز هذا التصعيد وهذه الأزمة لأنه هدف رمطان العمامرة بإعاز طبعا وبأوامر من شنغريحة وتبون أنه يجب أن تكون كل الأمور سهلة ويجب أن يكون هناك تساهل من أجل إنجاح القمة النظام الجزائري الآن هدف أن هذه القمة يقال عليها في الإعلام أنها ناجحة أن مستوى التمثيل يكون كبير خاصة عند الدول المحورية مثل المملكة العربية السعودية مصر وغيرها ودول الخليج بصفة عامة هو يهم حضور مستوى رفيع على مستوى الملوك والأمراء والرؤساء وليس على مستويات أخرى هذا هو الذي يهدف عليه لذلك أبدى رمطان العمامرة ليون تامة فيما يخص مع المغرب ترجمة نانسي قنقر